أبي القضايا الرئيسية يعني بمحمد اللي تعتقد أنها تحتاج تغيير في البلاد أهم القضايا قبل أي شيء وقبل وبعد أي شيء هو القضاء على الفساد لأن الفساد يعتبر الآفة التي تهلك الحرث والنسل وتقضي على هذا البلد وتشتت طموحات وأحلامها له فلا تغيير الأفضل دون اقتلاع الفساد من جذوره لحتى يتهيأ لنا البناء من جديد وكذلك على تحقيق عملية اقتصادية حقيقية وفي هذه المناسبة كلمة الاقتصاد اصبحت كلمة مكروهة على الإلسان أكثر المسؤولين بأن لديهم اقتصاد حقيقي وأن لديهم تنويع مصادر الدخل ولكن على أرض الواقع نجد أن مصدر الدخل الوحيد هو النفط وهذا أمر كارثي على مستوى البعيد لأن النفط لن يتجدد وهذا ما يعرف عنه وكذلك إنشاء جهاز رقابي محاسبي من خلال أفضل الطرق والآليات والأدوات المحاسبة كل مخطأ ودعم كل مصلح ومعاقبة كل فاسد هذه النقاط وهذه الاستراتيجيات الحقيقية سوف تعالج الكثير من قضايا الرئيسية التي تشغل المواطن وتهمها أمر هذا وهي السبب في تراجع البلاد حقيقة يعني محمد ترجمة نانسي قنقر